السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجمعيكم بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة ونغير حساب ولا ثوابقة عذاب اللهم أمين يا رب العالمين هنقول بسم الله وعلى بركة الله ومبدئيا حبيباتي اللي بيتابعوني يدوني لايك مجدعه فضلا وليس أمرا معنا النهاردة الرز البخاري الرز البخاري من أجمل أجمل أنواع الرز اللي ممكن ناكلها أو وصفات الرز اللي ممكن نعملها الرز البخاري ده بصوا كده حاجة كده اللهم صلى على النبي فاخر من الآخر هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونشوف عملنا الرز البخاري الجميل ده إزاي بطريقة سهلة جدا جدا وأنا طبيعتي ما بحبش أتبع طرق حد أو لازم أقلت حد بالزبط لا خالص أنا باتبع نفسي يعني عندي طريقتي مع نفسي ممكن تكون مختلفة عن الطرق التانية بس صدقوني أول حاجة النتيجة أكثر من رائعة الطعم بسم الله ما شاء الله الوصفة سهلة جدا 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 ما فيش فيها بقى لعبيك واجع راس وبنتبع أسهل حاجة هنقول بسم الله وعلى بركة الله في جدر فاضي على النار وننزل بشوية زيت يعني قولوا فنجان زيت فنجان صغير طبعا أهم حاجة في الرز البخاري هو الكمون الحب لازم وحتما يكون فيه كمون وعشان نضمن ريحة الكمون وطعم الكمون الجميل جدا هنحط الكمون بما يعادل معلقة من الكمون الحب في الزيت ولازم وحتما الكمون يتحمس معنا وريحته كده تفحفح وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتوا شايفين هنا خلاص الكمون تمام التمام الريحة طلعت بسم الله ما شاء الله ما انفعش اسيبه لحد ما يتحمر قوي ويتحرق هيمرر الأكل لا كده كويس جدا هنسمي ونتوكل على الله وننزل بكمية من الجزر طبعا من الاساسيات يا جماعة في الرز البخاري هو الجزر الجزر والكمون هم اهم حاجتين بيدوني طعم بسم الله واشاء الله ما فيش بعضه طعم نزلت بالجزر بتاعي طبعا فيه ناس بتقطعوا كده الشريح طويلة لا انا ما بفضلش كده انا ببشره بالمبشرة منها هيكون اسهل ومنها هضمن انه هيستوي ويبقى ايه يعني متناصق مع حجم الرز هنزل بما يعادل قبضة يد من الزبيب الاسود اي زبيب يمشي اي زبيب يمشي بس هو ده اللي كان متوفر عندي زبيب اسود ما فيش فيه بزر نوعية حلوة جدا بسم الله وعلى بركة الله هي اغلب المطاعم بتاعت البخاري بتستخدم الزبيب الاسود محتاجين ايه محتاجين ندبل الجزر والزبيب بحيث ان الزبيب ينتفخ لما يبدأ حبات الزبيب بتاعتنا تنتفخ نعرف ان كده نشيل كمية من الجزر ونحاول نشيل ايه نشيل كل الزبيب علشان نضيفه اخر مرحلة زي ما انتو شايفين كده هبدأ اشيل كمية من الجزر مع الزبيب وحاول بقدر الامكان ان انا اشيل الزبيب كله مالوش لازمها الحين هو بسم الله مرحلة الله حباته كبيرة فسهل علي الموضوع يعني زي ما انتو شايفين كده كده تمام هسمي وتوكل على الله وانزل ببصلة كبيرة مقطعة صرايح زي ما انتو شايفين دي المرحلة رقم اتنين شوفوا الطريقة سهلة جدا اسهل منها مفيش بسم الله وعلى بركة الله هو المفروض يكون في عندي جدري للبخاري بس والله انا مش عارفة هو بتبع فين ان شاء الله ان عرفت بتبع فين هجيبه ان شاء الله هو في جدري سميك كده بسم الله ما شاء الله بشوف الناس ايه تطبخ فيه هنا هحاول كده اخلي مكان في الجدر بقدر الامكان وسمي وتوكل على الله وانزل بالدجاج بتاعي اللي هو منزوع الجلد يفضل مع رز البخاري ان الدجاج يكون منزوع الجلد شيل الجلد بتاعه هي دجاجة عادية جبتها وقطعتها اربعة وشلت الجلد منها بس في دجاجة وبقاع الجلد متشال كامل بس انا شلته عندي في البيت يعني وغسلتها كويس جدا بالطماطم وغسلتها باللمون وغسلتها بالملح الخشن بتطلع معانا اللهم صلى على النبي اخر جمال عندي شوية ملح وكمون وكسبرة دي خلطة انا بعملها عندي في البيت هضيف شوية على الدجاج بتاعي طبعا زي ما قلتلكم قبل كده اي حاجة انا بعملها معاكم في القناة بكون انا مجربها مرة واثنين وثلاثة وعشر مرات وبعد كده لما بضمن انها حاجة كويسة ووصفة حلوة ونجحة بعملها معاكم عندي بما يعادل نص معلقة من بهارات ابو فهد بهارات ابو فهد دي هي وبهاراتهم محسين دايم عندي في المطبخ ما بيتطعوش ابدا لانهم للامانة حلوين جدا تمام كده تمام هنغطي الدجاج بتاعنا ونسيبه على النار يعني لمدة كده لا تقل عن عشر دقايق على نار هادية بحيث ان هو كده ايه يعني يتشوح شوية مع البصل والجزر والحاجات اللي احنا خطيناها بس هقلبه على الجهة التانية وطبعا عندي هنا اربع حبات طماطم موسط مضربين في الخلاط ضرب كويس جدا يعني اللي مش حابب يحط طماطم ويحط معجون عادي بس صدقوني الطماطم بتدي له طعم حلو جدا جدا يعني تختلف عن المعجون خالص هنا سميت وتوكلت على الله ونزلت بعصير الطماطم بتاعي مش كتير زي ما قلت لكم تلات حبات او اربع حبات بس بسم الله وعلى بركة الله احرقهم كده بس بحيث ان هو عصير الطماطم يتغلغل كده في الجدر كله والدجاج يتنكه منه هسيبه كده يستوي مع نفسه شوية كده حلوين لقيت عندي ايه بمعادل نص معلقة معجون طماطم قلت حطها بس تعزيزا للون لكن صدقوني الجمال كله في الطماطم في عصير الطماطم اه بس دولة يعني ايه حاجة صغيرة كده بسم الله ما شاء الله الله هم بارك هم كانوا اخر حاجة عندي في التلاج بسم الله وعلى بركة الله برضو هسيبه كده مع نفسه اه لحد ما طماطم دي تنتهي خالص احس كده ان هي بقت شي بسيط لا يذكر عشان ياخد طعم الطماطم كده وطعم الصلصة وايجي جميل بسم الله وعلى بركة الله خلاص دي المرحلة اللي هسمي وتوكل على الله وانزل بالمية الحرة بتاعتي على الدجاج طبعا لازم واساس يا جماعة المية تكون حرة او سخنة بتغلي ده هيسهل معانا ان الدجاج يستوي بسرعة لو انتم لاحظين انا مش بعمل في جدرة ضغط الجدرة دي خالص يعني بسم الله وعلى بركة الله زي ما انتم شايفين كده بسم الله ومشاء الله اللهم بارك كده تمام التمام تمام كده هغطي كل الدجاج وبعدين اغطي عليه واسيبه يستوي طبعا هياخد من 20 ل 22 دقيقة 25 بالكتير لان الدجاجة دي حجمها كبير دي 1200 جرام نزلت بربع معلقة ارفة مطحونة لو في ارفعود عادي بس انا كانت مخلصة عندي هي وورق اللورة الاتنين مخلصين اه عندي ليمونة وتلات حبيات هيل وحبيتين مصمار هم دول المطلوبين بسم الله وعلى بركة الله زي ما انتم شايفين كده اه هقلب بس الحاجات دي كلها كده كويس بحيث ان انا اضمن ان كل حاجة تمام علشان اغطي عليه واسيبه يستوي وان شاء الله ايه يطلع كويس ويستوي بسرعة ما يعودش كتير انا طبعا هعلي النار بعد ما قلبه كويس جدا هغطي عليه وعلي عليه النار بالكتير قوي هيعود 25 دقيقة طبعا ده مش جدر ضغط ده جدر عادي هنسمي بقى ونتوكل على الله ونشوف الرز اللي هنعمله عندي هنا فعاء فاضي هنسمي ونتوكل على الله وانزل بتلت كسات رز الرز ده بسم الله ما شاء الله بيزيد جدا جدا هتشوفه التلت كسات هيدونه كمية كبيرة جدا اللهم بارك الجدر حيتملي تلت كسات فقط لغيره ده رز عنبر مش رز عادي بتاع ال رز اللي هو التقليدي يعني اللي هو الشعلان والوليمة والحاجات دي ده رز عنبر العنبر ده موضوع تاني خالص يا جماعة يعني ممكن اقول لكم حكاية تانية خالص يختلف تماما طبعا انا عملت منه رز البشاور وعملت منه البخاري ممكن البخاري ينزل الاول ممكن البشاور ينزل بعده ممكن الاتنين وصفات عملتهم يعني ومتخزنين عندي على القناة طبعا حطيت مية عادية من الحنفية على الرز وحطيت غطى خل وانا حابة اعمل معاكم الموضوع ده عشان فيه ناس كتيرة جدا بتسألني احيانا بيكون فيه ريحة احيانا لونه مش ابيض حطوا عليه مية حطوا عليه غطى خل واقلبوه وسبوه لمدة 10 دقايق وبعدين اخسلوه غسلة كويسة جدا تحت الحنفية هيطلع معاكم الرز ولا اجمل هنقول بسم الله وعلى بركة الله زي ما انتوا شايفين هنا خلاص اقدر اقول لكم ان الدجاج استوى ودي او ده وقت ان احنا نملحه هنسمي ونتوكل على الله وننزل بشوية ملح عشان الدجاج بتاعنا يتملح وعشان كمان المرج اللي فيه يتملح هو ده اللي انا هطبخ فيه الرز البخاري بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الناس الجميلة اللي قاعدة بتتفرج معنا والناس يا لايك تدينينا لايك مجدع فضلا وليس امرا هنا خلاص هسمي واتوكل على الله وابدأ اه اشيل الدجاج بتاعي من الجدر علشان احطه على جنب يتصفى لحد ما حمره ويبدأ ايه ونبدأ فيه مرحلة طبخ الرز البخاري بسم الله وعلى بركة اللي اه بعد الاجنح انا قطعتها الوحدة كده تمام كده تمام التمام هنسمي ونتوكل على الله وننزل بالرز بتاعنا اللي انا غسلته معاكم ونقعته يعني تقريبا كده عشر دقايق لان الرز العنبر ده لازم وحتما انه يتنقع انه ما شاء الله يعني بياخد بيشرب مياه كتير بسم الله هقلبه كويس وبعدين اضيف الفلفل الاحمر والاخضر الفلفل الاحمر بيدي له طعم حلو جدا وبيدي له رحة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك دي طبعا اول مرحلة هغطي عليه واسيبه على نار عالية لمدة عشر دقايق وبعد العشر دقايق نشوف هنهدي عليه ونعمل في ايه طبعا هنا بعد عشر دقايق هنا خلاص يعني ودخل في مرحلة الاستواء في المرحلة الاولى هنهدي عليه نخلي النار وسط زي ما انتو شايفين كده بدل غليان يهدى شوية تمام كده ههدي عليه وخلي النار وسط لمدة لا تقل عن تمان دقايق او لحد ما كل السوال اللي فيه تنشف وتنتهي ويبقى خلاص الرز بدى يبان وبدى يوضح هنا خلاص دي اخر مرحلة ههدي عليه خالص شمعة شمعة يعني لازم تكون النار هدية جدا 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 بسم الله وعلى بركة الله وهنا بقى مرحلة ان انا ابدأ اضيف الزبيب والجذر اللي انا شلتهم في الاول خالص هسمي وتوكل على الله وابدأ اضيف كمية الجذر مع الزبيب اللي انا شوحتهم معاكم في الاول خالص مع الكمون هي دي او هو دا الوقت اللي لازم اضيف فيه الحاجات دي طبعا زي ما قلتلكم فيه ناس كتيرة بتعملوا بطرق مختلفة جدا جدا بس الطريقة دي اللي الامانة انا بعمله من فترة طويلة كده وبيطلع معايا الطعم بسم الله ما شاء الله اتحدى اي مطعم يعمل زي الرز اللي انا عاملين ومش غرور والله يا جماعة بس ثقة ثقة في الله يعني الحمد لله يعني من الحاجات اللي انا بطقنها جدا جدا هو الرز البخاري بعمله طحفة بسم الله ما شاء الله وما بحبوش غمق قوي ما بحبش لونه احمر ملع لا بيبقى لونه فاتح وردي كده جميل طبعا زي ما انتوا شايفين كده هنا اقدر اقول لكم ان هو خلاص استوى خلاص هنسمي ونتوكل على الله هنحوش بس الفلفل ده نبدأ نحوش الفلفل عشان ايه نقلبه هنا خلاص هنبدأ فيه مرحلة التقليب للامانة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كان طعمه اخر جمال يعني مهما قعدت اوصف لكم لازم تجربوه علشان تعرفوا الطعم اللي انا بتكلم عنه عاجب عيالي جدا 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 قالولي تحفة يعني عبدالله قال لي اجمل اجمل كابسة انا اكلتها قلت له هو ده كابسة هو ده كابسة يلا مش مشكلة زي ما انتوا شايفين بسم الله وعلى بركة الله حبة الرز كبرب معايا وانطبخت بشكل حلو جدا وزي ما قلتلكو هو ده اللون اللي المفروض يكون اي بخاري عليه ما بحبش الالوان الغمق جدا في الرز لا الاصفر ولا الاحمر لازم يبقى ايه يبقى وارد كده جميل زي ما انتوا شايفين انا بعمل زوم عشان تشوفوا قد ايه حبيت الرز كبيرة بسم الله وعلى بركة الله بصراحة تحفة 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 اللهم صل على النبي هنا خلاص بعد شوية هنروح بقى نعمل صلطة الضقوس وبعدها ايه وبعدها نغرف ونقدم الرز البخاري بتاعنا كان في واحدة من الحبيبات امس سألتني على صلطة الضقوس فانا هعملها والله خصصا عشان خاطر عيونك عندي طماطم حمرة يفضل انها تكون حمرة عندي واحد فلفل حار ويفضل ان هو يكون حار يعني بديها طعم حلو عندي كزبرة خضرة او بقدونس انا مش بحب البقدونس فحطت كزبرة عندي اتنين توم فصين توم عندي نص ليمونة طبعا هنعصرها مش هنحطها كده كل الحاجات دي هقطعها كويس وحطها في الكبة واعصر الليمونة وزائد الحاجات دي هحط شوية ملح مع كمون ربع معلقة ملح مع كمون مع كزبرة بسم الله وعلى بركة الله ادي الكبة بتاعتي حطت فيها كل المكونات ويفضل انها تكون جطع كبيرة عشان تجيني فارم جميل حطت ربع معلقة الملح مع كمون وهاخد الحاجات دي كلها افرمها كده يعني نديها تكتين كده في الكبة وهتطلع بالشكل ده وهو ده الشكل اللي المفروض يكون عليه الدقوس او صلاطة الدقوس طعمها لذيذ جدا جدا مع الكباسات عمتا ومع البخاري خاصة ما اقول لكوش فاخر من الاخر بسم الله وعلى بركة الله تمام كده نسمي بقى ونتوكل على الله وحبيبتي اللي قالتلي حط في صانية ما تحطيش في الصانية الملمين فانا والله خط برأيك وجبت انا عندي صواني كتير جدا جبت صانية ألمونيوم اهي او استلس بسم الله وعلى بركة الله وزي ما انتو شايفين كده الرز بينزل يعني اللهم صلى عن نبي اخر جمال واخر فخامة طبعا الكمية اللي انتو شايفينها دي كلها دي كانت من التلكسات اللي انا حطتهم الرز ده حلو جدا و بيزيد حجمه بيزيد وهنا خلاص حطيت الدجاج بعد ما حمرته قطعت شريح ليمون وشريح بصل وبسم الله ما شاء الله وغسلت جرجير طبعا الجرجير ما فيش غينة عنه مع البخاري لازم بسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده حاجة تفتح النفس اللهم صلى عن نبي اتمنى اول حاجة يكون وصفاتي اللي انا بقدمها سهلة وبتستفدوا منها تاني حاجة يعني اتمنى بس ان انتو تدوني لايك اشتق معنا بحاجة غير اللايك عشان يا جماعة هو اللي برفع الفيديو وبسم الله ما شاء الله والله كان طعمه وتحفى اللهم صلى عن نبي شوفوا قد ايه حبات الرز انا حابة بس اوريكو جمال الرز البخاري ده كان فاخر من الاخر حاجة كده اخر جمال وان شاء الله باذن الله ان احيانا رب العباد وكنا من العايشين لنا وصفات تانية كتير باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باذن احيانا رب العباد باذن احيانا رب العباد احيانا رب العباد